يا موساهل برضو استكمالا لكلامنا عن الماتش امبارح عايزين نقول لحضراتكم ان امبارح كابتن سامي قمصان بعد انتهاء المباراة قال ان الفريق يعني حقق العديد من المكاسب بعد الفوز على فريق المصري بالسلوم وبالتالي التأهل لدور الستاشر من بطولة كاس مصر اشار كابتن سامي قمصان الى ان الفريق مقبل على تحديات متعددة الفترة الجاية وبيتم حاليا تجيز كل اللعيبة بالشكل المناسب عشان تحقيق الفوز في كل المباريات في مختلف البطولات اللي بينافس الفريق بتاعنا عليها واوضح كمان ان الفريق بيعاني من اصابات يعني عديدة وبالتالي غيابات متعددة وخصوصا فيما يتعلق باللعيبة الدوليين وقال ان الجهاز الفني بيعمل على تجهيز كل اللعيبة المصابة والاستعداد بالشكل المطلوب خصوصا وان الفريق هياخد مباريات صعبة في الفترة المقبلة وبيحتاج الى جاهزية الجميع عموما تعالوا نتعرف على جانب من تصريحات كابتن سامي قمصان من خلال التقريب ده ونرجع نكمل مباراة الكاس طبعا فيها مفاجهات كبيرة ممكن هو ده اللي تكلمنا فيه وحذرنا فرقة مميزة فرقة عندها طموح ماشي كويس خصوصا دور التاني لما جابوا مستثمر يعني وعملوا جابوا جهاز الفني وطبعا مبارك لهم طبعا على اداء دوته فكان مهم جدا برضو اللي احنا اتكلمنا اهمية مبارا بالنسبة لنا ممكن عندنا لعيبة كتيرة جدا بقى لفترة كبيرة ما بتشاركش مهم جدا اللي انت تجهزهم خصوصا في مباراة زي دي كنت تحصل في كل فرقة كبيرة في العالم انت بتحاول المباراة الكاس اللي انت تجهز فيها اللعيبة ممكن هو ده اللي فكرنا فيه النهاردة محمد محمود بيشارك 65 دي او 70 دي او صباح حسن بيلعب 9 دي او كريم بيكمل برضو لحد اخر دقيقتين تلاتة وحمود وحيد بيلعب 90 دي او كوكا بيكمل فاعتقد الحمد لله يعني النهاردة متوالب ينزل ويقدي بدر برضو منحاول اللي احنا نجهزوا واحدة واحدة احنا عندنا كل المباراة للفترة اللي جاية كلها كل تلاتة ايام حيث فيه مباراة سواء كاس جديد كاس قديم مباراة الدوري مهم جدا اللي انت تلعب على كل بطولات مهم يكون عندك لعيبة كاهزة فهو ده اللي كنا بنحاول نفكر فيه يعني في الاول الاخر كنا مهتمين جدا اللي احنا نحسن مباراة من بدر عشان تدينا اريحية اكتر كن الفرص اللي احنا اهضرناه دي ودي حاجة طبعية برضو اللي انت حسست المواطشات موجودكم بعيدة شوية لكن نحاول ان شاء الله الفترة الجاية نشغل شغل شغل احسن وشغل شغل هجومي اكتر ان شاء الله قدر يساعد اللي هم ان شاء الله قدروا يسجلوا في الفرص المتاحة بالنسبان تلاحهم كبير جدا الفترة الجاية وتحديدا في بطولة الدوري العام ومنها سموا الكأس لكن المباراة استران كامباني كيف يراها كابتن سامي قمصان دوافق موجودة عارفين ورغبة موجودة لكن ضغط كبير جدا 48 ساعة تدريب وحيد سم مباراة كيف يتعامل الجهاز الفاني مع هذا الامر كابتن طبعا حتين الباقة نقلة بطولة توت الدوري مهم جدا اللي انت تحسن من بورات اللي متأجلة عندك عشان تقدر تصدر بطولة يمكن احنا عاني طبعا عندنا غيبات كتيرة جدا سواء اللعيبة المصابقة او اللعيبة اللي في انتخب مصر لكن ان شاء الله النهاردة بتجهيز بقى اللعيبة النهاردة وده الفكر ده يعني دايما نتكلمنا فيه والراجل اتكلم فيه اللي احنا نحاول نجهز اكبر عدد من اللعيبة عشان يقدروا يمع عندهم فرصة طبعا يساعدونا في مبارات الدوري مبارات الكاس والكسافة المبارات اللي هتيجي الفترة الجاية ديات انت خلاص هتكون اللي حوالي ثلاثة ام اواربعة تيام هايبها في المباراة سواء كاس سواء دوري كاس تاني فالحمد الله اللي احنا برضو نحاول ان احنا نساعد اللعيبة عشان يقدروا يساعد نفسهم ويقدروا يدونا برضو افضلية ويدونا نفس كويس ان شاء الله لما عرجوا اللعيبة اللي ترجع ان شاء الله وليد علي لطفي نقدر نشوفهم في مباراة قدامة ولسه ممكن يكون في اختبار اليوم تب بغدا على كبسان علي طبعا عنده جازة في ايده كادمة جمده ممكن اخد بلازمة من يومين ان شاء الله نأمل طبعا ان هو يرجع طبعا لكن النهاردة ما بنعش ان شويل قدام مباراة كويسة مميزة نفس القصة وليد سلمان مهم جدا لعب خبراته بشخصيته يكون معانا برضو ممكن عنده كادمة فروق بيته ان شاء الله يتطمن بكرة عليها ولو ان شاء الله كده سليم ان شاء الله يبقى معانا ان شاء الله اضافة كبيرة لنا كابتن سامي ملخص كلامه ان هو بيتحدث تقريبا نفس الكلام كله يعني نفس الكلام المتردد في الاعلام كله لانه هو واقع في الاول وفي الاخر احنا نتيجتنا كانت وادقنا مردي واتلعنا بمكاسب فتمام جدا ده تصريح مهم كابتن سامي ومسانا عايز اقول لكم برضو يعني قدم دور كبير جدا الفترة اللي فاتت مع الفريق سوا في التدريبات او غيره او كمان بتواجده امبارح فيعني فعلا شخصية محترمة